السلام عليكم مرحبا بكم إخواني في درس جديد على قناتكم استفامعا مما لا يختلف عليه اثنان هو أهمية الكلمات المفتاحية والدور الكبير الذي تلعبه هذه الكلمات في تصدر قوائم البحث وجلب المبيعات لكن المشكل الذي يوجه الجميع هو كيف أجد هذه الكلمات وما هي الكلمات المفتاحية الجيدة هل القصيرة أم الطاولة أم هما معا وختاما أين أضع هذه الكلمات المفتاحية إذن أولا طريقة معرفة مدى قوة أي كلمة مفتاحية فتتجلى في نسبة البحث عن هذه الكلمات ومقارنتها مع نسبة المنافسة عليها والعلاقة تكون على الشكل التالي X تساوي نسبة البحث على نسبة المنافسة فنسبة البحث هي عدد الأشخاص الذين يقومون بالدخول إلى أمازون ثم يختارون هذه الكلمة أما نسبة المنافسة هي عدد الأشخاص الذين يبيعون الكتب الخاصة بهم في أمازون ويستعملون هذه الكلمة المفتاحية إذن كلما كان X كبير إلا وكانت الكلمة المفتاحية أقوى فمثلا سأأخذ نسبة البحث مثلا هي 40 شخص قاموا بالبحث بهذه الكلمة المفتاحية ثم أقوم بوضع نسبة المنافسة هي 2 إذن نسبة البحث 40 على نسبة المنافسة 2 تساوي 20 إذن X كبير وبالتالي فهذه الكلمة ممتازة جدا إذن هذه هي العلاقة يجب عليكم أن تعتمدوا عليها إخواني من أجل تحليل أي كلمة مفتاحية وهناك مواقع كثيرة تعطينا الكلمة المفتاحية تعطينا عدد المنافسة عليها وكذلك نسبة البحث عليها في أمازون إذن هذه هي العلاقة الأهم في هذا الدرس يجب عليكم أن تستعملوا إخواني ثم ننطلق الآن وسأريكم موقع مجاني يعطينا هذه الكلمات المفتاحية وكذلك سأريكم موقع آخر يعطينا الكلمات المفتاحية لكن ليس مجانا لكن لكم الإختيار فلمن يريد المجانية يشاهد طريقة الأولى ولمن لديه المال ويريد أن يدفع مقابل هذه الخدمة فليدخل إلى الطريقة الثانية في آخر الفيديو إذن على بركة الله لكن قبل ذلك كملاحظة يجب عليكم إخواني أن تجمعوا أكبر قدر من الكلمات المفتاحية فكلما كان لدينا كلمات مفتاحية كثيرة إلا وسهل علينا تصدر الصفحات الأولى في أمازون وكذلك كما تعلمون فعند قيامنا بأي حملة إعلانية فلابد من إدخال أكبر عدد من الكلمات المفتاحية حتى تكون هناك حملة ناجحة إذن الكلمة التي سأقوم بالبحث عليها هي Colony Box أقوم بنسخها وأذهب إلى الموقع فرابط هذا الموقع ستجدونه في وصف هذا الفيديو فهو موقع مجاني لكن يجب عليكم الاشتراك أولا بإيميل خاص بكم والاشتراك مجاني كذلك هنا تجدون عدة منصات حسب اشتغال أي شخص فنحن هنا سنختار أمازون لأننا سنرفع كتابنا في أمازون ثم أقوم بلسق هذا الكيوورد وأقوم بالبحث إذن هنا تحصلنا على 143 كلمة وهذا عدد كبير جدا إخواني فما عليكم سوى تغيير هذه الكلمة بإضافة كلمة أو أخذ كلمة أخرى خاصة بكتابكم ووضعها هنا حتى تتمكنوا من استجماع أكبر عدد من الكلمات المفتاحية إذن هنا ماذا سنفعل سنقوم بإدخال هذه الكلمات كاملة هنا يمكنكم إزالة الكلمات التي تبدو لكم بعيدة عن كتابكم ثم بعدها هنا نقوم بإكسبورت ونختار الإختيار الأول تحميل هذا الملف وأنظروا معي إخواني الملف قد حمل بالكثير من الكلمات المفتاحية وأنظروا معي إخواني فهذا جميل جدا يمكننا الاشتغال على كل كلمة لوحدها حتى أستطيع أن أجد الكلمة التي عليها منفسة قليلة والتي عليها بحث كبير فكما تعلمون هذا ليس بالسهل لأنه مجاني لذلك يتطلب منا وقت أكبر وهذا ليس فيه أي مشكل إخواني لأن الجميع بدأ من هذه المرحلة إذن عند استخلاص هذه الكلمات وكلمات أخرى سأقوم بتجميع هذه الكلمات ووضعها كذلك في ملف على هذا الشكل وأختار الأكثر قوة يعني الكلمة التي تبدو لي بأنها أكثر قوة والتي ستؤتني بالمبيعات ثم أقوم بالذهاب إلى الحساب الخاص عند رفع الكتاب ثم هنا كما قلت سابقا أول اختيار للكلمة المفتاحية التي سأرفع سأضعها في العنوان الرئيسي وستكون كلمة مركزة جدا ثم في العنوان التانوي أقوم بوضع أي شيء يخص الكتاب معلومات حول الكتاب ثم هنا سأنتقل إلى اسم الكاتب فدائما إخواني يجب أن يكون اسم بعيد عن النيتش الذي تشتغلون عليه وكذلك يجب أن يكون اسم ليس عربي لأنكم تعرفون العنصرية التي يتميز بها بعض الأجانب وليس كلهم لذلك لنتفادى هذا المشكل ضعوا اسم مغير لإسمكم وتذكروا أين تشقمتم بالاشتغال عليه ضعوا له اسم خاص به حتى يسهل إيجاد الكتب التي في نفس النوع ثم هنا الوصف دائما يجب عليكم أن يكون هذا الوصف دقيق قصير وبه العديد من الكلمات المفتاحية لأنه كذلك يجعل كتبكم تصنفها روبوتات أمازون في المراتب الأولى ثم المكان المهم لدينا في هذا الدرس فهنا العديد يختلف فهل أضع كلمات طويلة أم كلمات قصيرة كيف أضع هذه الكلمات فإخواني دائما اختاروا هنا الكلمة المفتاحية التي هي عبارة عن جملة والتي قد يقوم بوضعها المشتري عند البحث عن الكتاب وهذه الكلمة سوف تجدونها من بين هذه الكلمات المفتاحية لكن ستكون قوية جدا يعني حتى تتمكن من جلب عدد كبير من المشترين ثم في تاني خانة كذلك الكلمة المفتاحية الأقوى ولكن الأقل من الكلمة المفتاحية الأولى ثم هكذا دوالك حتى نصل إلى الخانة الأخيرة وقبل الأخيرة هاتين الخانتين سأحاول أن أضع فيهم أكبر عدد من الكلمات المفتاحية القصيرة فهنا سأضع الكلمات الطويلة لكن هنا في الخانة الأخيرة وقبل الأخيرة سأضع الكلمات القصيرة التي تتكون من كلمة واحدة فقط فكيف أقوم برفع هذه الكلمات كاملة هنا سأقوم بشرح هذا بكل بساطة فمثلا لدي هذه الكلمة coloring books أضع هذه الفاصلة كما نقولها بالعربية فصلها نقطة ثم space يعني مساحة وبعدها كذلك فصل نقطة وبعدها مساحة إذن هكذا سوف تختارون طريقة وضع هذه الكلمات وتضعون هنا تقومون بملء هذه الخانة بكاملها حتى يكون احتمال ظهور كتابكم أكبر وأكبر إذن هذه هي الخلاصة إخواني فركزوا جيدا ثم ختاما كما قلت في أول فيديو فسأريكم الطريقة السهلة جدا التي ستعطينا الكلمات المفتاحية فأذهب إلى أمازون ثم هنا لدينا الإكستنسيون الخاصة ببوكبولت وهي كدبي سبي وقد قمت بشرحها في درس سابق لمن يريد سوف أضع لكم في رابط هذا الفيديو وكذلك سأضع لكم كود كوبون تخفيدي بعشرين في المائة على كل اشتراك لكم في هذا البرنامج إذن حتى لا أطي الفيديو انظروا معي فعند وضعي لهذه الكلمة coloring books for kids والبحث بkeywords فانظروا معي عدد الكلمات التي رفعتها لهذه الإكستنسيون والجميل هو أن هذه الكلمات مركزة جدا فهو يعطيني عدد البحث على هذه الكلمة في أمازون وبالتالي سيسهل علي تحديد الكلمات الأكثر قوة والتي ستأتني بمبيعات إذن إخواني كان هذا هو درس اليوم لا تنسونا بالإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء المهتمين وإن كانت أخي أختي هذه هي أول زراك للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول ودمتم في رعاية الله